موسيقى شهدان وثلاثة جرحة لقوات البنيان في سيرت وتحرير امرأتين وخمسة اطفال في الحي رقم ثلاثة المجلس الرئاسي يكلف عضوين من اعضائه بدراسة مقترحات مكان الاجتماع القادم في ليبيا موسيقى مجلس الامن يوافق على تمديد عملية الصوفيا البحرية عاما اضافيا بناء على طلب بريطاني موسيقى المشاهدين الكرام هذه نشرة الاخبار من قناة ليبيا بنو راما حياكم الله موسيقى 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 تجددت الاشتباكات صباح السبت في مدينة سرط بين قوات البنيان المرسوس وتنظيم الدولة في حي الستمائة واسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط الشهيدين وثلاثة جرحة وفي ذات الوقت تمكنت قوات البنيان المرسوس من تحرير امرأتين وخمسة اطفال في الحي رقم ثلاثة اثناء تمشيط هذا الحي بعد سيطرتهم عليه الاشتباكات في مدينة سرط بين قوات البنيان المرسوس وبقايا عناصر تنظيم الدولة في حي الستمائة اسفرت عن سقوط الشهيدين وثلاثة جرحة تقدم وصفه الكثيرون بانه بطيء وصفته غرفة عمليات البنيان المرسوس بالتقدم الحذر لضمان الحد من الخسائر البشرية فبعد ان سيطرت قوات البنيان على اهم تمركزات تنظيم الدولة وسط سرط انحسر الاخر في مساحة ضيقة في قلب سرط وفي اخر معقل للتنظيم تجددت الاشتباكات صباح السبت في حي الستمائة في تقدم لقوات البنيان بعدما استطاعت في وقت سابق اختراق الخط الفاصل بين منطقتين عمارات الستمائة والجيزة البحرية للفصل بين المنطقتين والذي يعد نقطة اخرى ترفع من رصيد قوات البنيان واعتبره العميد محمد الغصري الناطق باسم العملية انه سيسهل من عملية تحرير المدينة متوقعا ان تكون مرحلة الحسم في غضون الساعات القادمة من جهة اخرى تمكنت قوات البنيان من تحرير امرأتين وخمسة اطفال في الحي رقم ثلاثة اثناء تمشيطه اذ استغلهم التنظيم في وقت سابق كدروع بشرية اما في منطقة السواوى تمكن الاهالي هناك من القضاء على خمسة عناصر من تنظيم الدولة وتسليم جثمينهم لقوات البنيان بحسب تصريح خاص لقناة بانوراما من احد القادة الميدانيين المتواجدين في المدينة على صعيد الضربات الجوية اعلنت القيادة الامريكية افريكم عن تنفيذها مئتين وعشر غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في مدينة سيرت منذ انطلاق عملية برق اوديسا في الاول من اغسطس الماضي وكان لسلاح الجو الليبي حضور قوي حيث شن خمس غارات جوية فيما نفذ طيران الدعم الدولي خمس غارات اخرى استهدفت تمركزات واهدافا متحركة للتنظيم داخل حي الجزة البحرية وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المقدم محمد دقنونو سيادة المقدم يعني انت المتحدث باسم غرفة الطوارئ الجوية مصراتها يعني هناك نشاط للضربات الجوية بعد التقدمة الذي تحرزه القوات البرية لقوات البنيان المرصوص في اخر معاقل تنظيم الدولة في سيرت حدثنا عن تفاصيل هذه الضربات الجوية اليوم نعم فقدنا الاتصال بالمقدم طيار محمد جنونو ريثما نعود اليه للمداخلة معه مرة اخرى نستأنف النشرة مشاهدين اعلنها مستشفى مصرات المركزي الجمعة عن استقباله اربعة شهداء وخمسة وثلاثين جريحة من قوات البنيان وذلك جراء الاشتباكات مع تنظيم الدولة في مدينة سيرت واشار المستشفى لان الجرحة هم من مدن مصرات وزليثا وصرمان وسيرت وشقيقا وترهونة وان اصاباتهم تباينت بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة اشتركوا في القناة سياسيا قال المبعوث الامريكي لدى ليبيا جونتان وينر ان الفرصة السانحة امام ليبيا للتقدم على طريق الاستقرار السياسي اذا ما توفرت لدى الاطراف الرئيسية ارادة التوصل الى تسوية وتصالح تحتاجه البلاد وجاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه بتويتر سبت تعليقا على الاجتماع التشاوري الذي عقده المجلس الرئاسي في تونس لمناقشة تشكيل حكومة الوفاق الى ذلك فكلف المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق عضوية عمر عضويها عمر الاسود واحمد حمزة في اجتماع تونس الجمعة بدراسة مقترحات الاجتماع القادم في جادو او غدامس او غات وجاء ذلك حسب مصادر خاصة لبانوراما استكمال المشاورات حول التعديلات المقترحة على التشكيلة الوزرية لحكومة الوفاق داخل ليبيا تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي جلسة المجلس الرئاسي التشاورية التي انعقدت الجمعة في تونس لمناقشة التشكيل الجديد للحكومة خلصت فقط الى اتفاق بين الاعضاء على ان تكون جلسات المجلس القادمة داخل ليبيا وبالخصوص تم تشكيل لجنة من بعض الاعضاء لاختيار مدينة تتوفر فيها الشروط لانعقاد جلسات المجلس وستقدم نتائج مشاوراتها نهاية الاسبوع الجاري عضو المجلس عمر لسود كلف بدراسة مقترح الاجتماع القادم في جادو او غدامس اما احمد حمزة فقد كلف بدراسة مقترح الاجتماع القادم في غاد والمنتظر ان تستأنف الجلسات مطلع الاسبوع المقبل بعد الاتفاق على اختيار المدينة التي ستعقد فيها عدة صعوبات يواجهها المجلس الرئاسي في مشاوراته حول المختنقات السياسية الراهنة والتعديلات المقترحة على التشكيلة الوزرية لحكومة الوفاق بعد رفض مجلس النواب التشكيلة السابقة ومطالبته بتقديم اخرى مصغرة وباسرع وقت ما يزيد الضغط على المجلس الذي اكد انها ستكون مشاورات واسعة ومع كافة الفعاليات السياسية والمدنية لتوسيع قاعدة التوافق اكد المشاركون في الاجتماع التشوري الذي عقد بجنيف الخميس على تباية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية لتعزيز الثقة بين مختلف الاطراف معربين عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية واستقلالها وسلامة اراضيها المزيد في هذا التقرير التحديات والمنعطفات التي تواجه ليبيا كان عنوانا لاجتماع حضرته بعض الشخصيات السياسية والعسكرية في جنيف الجمعة وبدعم من مركز الحوار الانساني اتش دي سنتر رئيس حزبي العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية محمد صوان ومحمود جبريل وعضو مجلس النواب ابو بكر بعيرا بالاضافة الى وزير الدفاع السابق ساما الجويلي وفتح باشاغا كانوا ابرز الحاضرين للاجتماع المؤسسات العسكرية والامنية كانت على رأس النقاط المتفق عليها في الاجتماع والتي اتفق الحاضرون فيها على ضرورة تجاوز كل الولاءات والانخراط في العمل تحت السلطة الشرعية مؤكدين على مدنية الدولة ورفضهم عسكرتها وكذلك التزامهم بوحدة التراب الليبي والحفاظ على مقدراته وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن بادارة الموارد الوطنية بشكل واضح وفقا لآلية معينة اما عن المصالحة فاكد الحاضرون على ان المصالحة الوطنية تجسؤن اساسي في تحقيق المصالحة في البلاد ومؤكدين دعمهم لها ونشد الحاضرون خلال الاجتماع الاطراف الليبية نبذ الخطبات العدائية وكذلك وسائل الاعلام في نقل الحقيقة وبالعودة الى الاحداث في مدينة سرط يعود الينا هاتفيا المقدم طيار محمد جنونو المتحدث باسم القوات الجوية ارحب بك سيادة المقدم محمد جنونو معنا هنا في هذه النشرة يعني ما هي اخر تطورات بالنسبة لاضربات الجوية مع تقدم القوات البرية لقوات عملية البنيان المرسوس في سرط أهلا وسهلا بك أستاذ سرط وبزمرايك الموقع ومشاهدك الكرام في ربواليبياء الحبيبة أينما حلوا وكرهم تحرية لكم وللجميع العالمين والشرافات تحرية لكل بفرق تحرية لقام البنيان المصوص نترحم على الراحة الشهزاء ونترحم على شفاء العازم للجرحة في شفية مرضة فيما يقص تطورات السلاح الجوي ضرع المحركة الحسن اللي بدأت حوالي من عشر ايام ليونيوم خوزة عشرين تطورات كانت السلاح الجوالي ببروباته في المربع الضيق جداً هو باستفاعات مقفضة وكانت ارتباط قدت غرط قلقة ضربعة وفتحة مسارات المسار أمام البوات البرية على الأرض مجموعة الضيق من يوم خمسة عشرين تطورة إلى يوم حميزة طيباً حوالي خمسة صدية مربع جوية من سرح جوالي آخر عن تطورتين يوم القوات العشيق مثلاً فيما يقصد على الدولي في مسارة للبروبات الجوية حتى الحاجة أمس ثماني بابات النهار وثماني بابات النهار وبربتين بالأرض استعادوا حوالي بعثها أفراد رجلين وقعوا وقمسة فيما يقصد طير النقل أمس نفذ في أحدى وليبي طلعتين طير النقل لذلك الزرحة والمسلوبين والداء والانبذات هذا الجوم نفذنا في أحدى وليبي طلعة سفاعية لنفسرة المنطقة الوسطى ونفذ في طير النقل اللي هي طير العمدية طلعة لنقل انتظات الطبية فيما في الضرحات الجوية أنت على الدولي هذا اليوم طلب الضرحات بابات حوالي 5 قلوس نعم أشكرك على كل هذه المعلومات المقدم طيار محمد دقنونو المتحدث باسم القوات الجوية شكرا جزيلا لك وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد عملية الصوفيا سنة إضافية بناء على طلب بريطاني يهدف إلى اعتراض السفن مهربي البشر قبالة السواحي الليبية وحث المجلس في قراره الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بالمنطقة والاتحاد الأوروبي على التعامل مع حكومة الوفاق لتأمين حدودها التفاصيل والتقرير التالي مجلس الأمن الدولي يعطي الضوء الأخضر السياسي لتمديد مهمة عملية صوفيا لعام إضافي بعد مشروع تقدمت به بريطانيا بهدف توسيع مهمة العملية تتمثل في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي ومشاركة المعلومات فيما بينهم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وكذلك تنفيذ حضر السلاح المفروض في أعالي البحار قبلة السواحل الليبية مهمة تحتاج من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية العاملة في المنطقة التعاون مع حكومة الوفاق بتبادل المعلومات وبناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها هذا ما حث عليه مجلس الأمن الدولي قبل اعتماده القرار تسريبات إعلامية تحدثت عن نشر حكومة الوفاق لائحة بأسماء المرشحين للتدريب وهم ثمانون شخصاً يجري التحقق من أسيارهم الذاتية من قبل الاتحاد الأوروبي للتأكد من مدى ولائهم لحكومة الوفاق وتجهيزهم ليكونوا هم بأنفسهم مدربين لباقي عناصر القوات الليبية البحرية على أمل أن يبدأ التدريب في نهاية أكتوبر الجاري موجات الهجرة التي تحدث حالياً لم يسبخ لها مثيل في تاريخ البشرية فبحسب ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المغربي تعود أسباب ذلك إلى موقع ليبيا الجغرافي بين الدول الغير المستقرة والفقيرة وأوروبا الأمر الذي يحتاج إلى إنهاء الصراعات ومحاربة الفقر والتعاون بين دول المصدر والمقصد كحل جدري يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أكتوبر العام الماضي بدأ عملية صوفيا للحد من تدفق الهجرة غير القانونية بعد غرق المئات من المهاجرين في عرض المتوسط كما وقع اتفاقاً مع البحرية الليبية يقضي بتدريب خفر السواحل الليبي للرفع من كفاءتهم في الحد من هذه الظاهرة والتصدي لمهربي وتجار البشر ترجمة نانسي قنقر وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مصراتة محمد سويب مدير إدارة التعاون الدولي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أرحب بك سيد سويب معي هنا في هذه النشرة يعني كيف أو تحت أي سياق صنفتم تمديد عملية صوفيا عاماً إضافياً لمكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل مجلس الأمن نعم أولاً السلام عليكم بالنسبة لتمديد عملية صوفيا أنا في تصوري أنها غير مجدية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لعدة أسباب أولاً أن الهجرة غير شرعية ودعمها لا يجب أن يكون في الشمال الليبي أو في السواحل الليبيا لأن الهجرة لا تصدر من المدن الليبية الساحلية بل تأتي من الجنوب الليبي أو عبر الجنوب الليبي بمعنى أصح أي تأتي من الدول المتاخمة للصحراء الكبرى الليبية من تشاة نيجر والسستان والقرن الأفريقي ووسط أفريقيا فتمديد هذه العملية غير مجدية لأنها حتى في الفترة السابقة لم تجد نحن ولكن للأسف الشديد أن ملف الهجرة غير الشرعية الدول المعنية بهذا الملف وأقصد إيطاليا بالدرجة الأولى وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي تضغط باتجاه توطين المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا وهذا لن يحدث ولن يقبل به الشعب الليبي ولن تقبل به أي حكومة ليبيا هذا جانب أما عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية هما يعوا جيدا أين يجب مكافحة هذه الهجرة وأين يمكن تجفيف نابع هذه الهجرة من دول المصدر لأن هذه الظاهرة ظاهرة دولية وليست ظاهرة محلية تخص ليبيا أو ظاهرة أقليمية تخص ليبيا فقط ليبيا ما هي إلا الطرف الأقل أو الأصغر أهمية في هذه المشكلة المشكلة تكمل في دول المصدر ودول المقصد ليبيا بحكم موقعها الجغرافي وقعت كنقطة عبور للمهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا طيب سيد سويب عذرا على المقاطع هل حديثك هذا يبين أو هناك ربط بين ما قلته الآن وبين تصريح الوزير النرويجي قبل أيام؟ نعم نعم أنا متسبقتني بالسؤال أنا كنت أجيب على السؤال ما قاله الوزير خارجية المجر وما تصرح به العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحتى في إيطاليا هذا لا يصب في صالح الدولة الليبية الآن هذه الدول تحاول أن تستطلق وضع الاستثناء الفراغ السياسي والفراغ الأمني والمشكلة الاقتصادي والوضع الاستثنائي بشكل عامل يتنظر فيه دولة ليبيا هذا الوضع لن يدوم نحن سنقف على رجلنا بإذن الله وستقوم ليبيا أفضل من قبل وستكون دولة ليبيا لا حد الآن رغم هذه الظروف الاستثنائية ورغم الحرب الشعوى التي تقودها ضد تنظيم داعش ورغم المشاكل السياسية الموجودة إلا أن ليبيا نزالت دولة ذات سيادة وتحترم انتزاماتها الدولية وتحترم اتفاقياتها الدولية ولكن بإجابة على السؤال أن الملف الليبي أو الهجرة غير شرعية كملف دولي الآن تم استغلاله من ناحية ستية يريدون أن يضغطوا اتجاه زاوية وضع ليبيا في زاوية الدولة الفاشلة لأهداف توطين المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا طيب سيد سويب هناك من يتهم عناصر ليبيا في مدن مجاورة للعاصمة طرابلس كالسبراتا وزواربي ووصفوا بأنهم مهربوا البشر يعني هؤلاء لماذا لا يتم التعامل معهم ومنعهم بطريقة أو بأخرى من قبل الداخلية أو الكتائب الأمنية أو الجهات المختصة نعم نعم يا سيدي فاضل عصابات أو العصابات المجرمة التي تمتهم تجارة البشر وتهريب المهاجرين الغير شرعيين أصبحت عصابات دولية عابرة للحدود بها ليبيين وفيها إيطاليين وفيها توانسة وجزيرين ومغاربة وقبارسة ويونيانيين هذه أصبحت عصابات عابرة للحدود عليهم أن يتعاونوا مع الدولة الليبية لمكافحة هذه العصابات لأنه بما يمتلكون من قدرة استخباراتية وقدرة على تتبع هؤلاء العناصر لأنه نقطة أخيرة لأن العام الماضي الأمم المتحدة قدمت تقرير أن الهجرة الغير شرعية الموجودة في شمال أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية تذر قرابة الستة مليار وستمئة مليون دولار سنويا أكتفي معك بهذا القدر محمد سويب مدير إدارة التعاون الدولي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية كنت متحدثا إلي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعتبر مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتين كوبلر الجمعة خطف عضو مجلس البحوث ودار الإفتاء الليبية الشيخ نادر العمراني خرقا للقانون الإنساني الدولي حسب قوله كوبلر وفي تغريدة له عبر صفحته على تويتر أدان الاعتداء على منزل عائلة عضو مجلس النواب عامر عمران في مدينة بن جواد ويشار إلى أن المجلس الرئاسي قد كلف وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتعقب الجنات وتقديمهم للعدالة في بيان إدانته لحادث خطف الشيخ نادر العمراني ردود فعل توالت بعد اختطاف الشيخ نادر العمراني من قبل مجهولين فجدر الخميس منها من استنكر وآخر طالب بالإفراج الفوري وتسليم الجنات إلى العدالة فيما لا يزال الشيخ نادر العمراني رهن الاختطاف نتابع شعار بجئين بسلاحة واحد هي حادثة ليست الأولى من نوعها في ظل فوضى سياسية وأمنية تعيشها ليبيا ضمن حالة من عدم الاستقرار بعد اختطاف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا الشيخ نادر العمراني فجر الخميس من أمام مسجد الفوتير بمنطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس على الفور استنكرت الرابطة العالمية للاحتساب ورابطة علماء المسلمين اختطافها العمراني فيما طلب رئيس الرابطة طيين الشيخ الحسن بن علي الكتاني بإطلاق صراح العمراني باعتباره عضو رابطة الاحتساب العالمية ونائب رئيس رابطة علماء المغرب فيما حمل الدار الإفتاء خاطفيه مسؤولية سلامته أما على صعيد تحركات الجهات الرسمية فقد أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حادثة الاختطاف قائلا أنه سيتصدى لمن يقوم بهذه الأعمال مؤكدا على أنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة لمواجهة ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والضرب بيد من حديد كل من يقوم بهذه الأعمال وتقديمه للعدالة هذا ووصف حزب العدالة والبناء عملية الاختطاف بالجريمة معتبرا أن اختطاف عالم معروف ذي شخصية اعتبارية يعد أمرا مرفوضا وجريمة لا يمكن تجاوزها ومستغربا في السياق ذاته من الانحدار في سلسلة الجرائم التي تستهدف أمن المواطنين في المقابل كان للمجلس البلدي زوارة نظرة من زاوية أخرى لعملية الاختطاف فقد أبدى استغرابه من عمليات الاختطاف التي تعرض لها مواطنون من المدينة في الأيام الماضية بطرابلس باعتبار الشيخ نادر العمراني أحد أبناء مدينة زوارة تبقى البيانات المستنكرة والمطالب حبرا على ورق ما لم تتجسد إلى أرض الواقع وتتحول إلى أفعال وتستجيب لها الجهات الأمنية فالشيخ نادر العمراني هو أحد العلماء المعروفين ولكن هناك الكثير من الحالات الشبهة بحالته لم يسمعوا صوتها ولم يستنكر لها أحد استنكرت سرايا الدفاع عن بنغازي في بيان لها صمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والنساء العزل في منطقة جنفودة غربية مدينة بنغازي كما أدانت السرايا حديثة اختطاف عضو مجلس الفتوى والبحوث بدار الإفتاء الشيخ نادر العمراني بالعاصمة رابلس محذرا أهلها من محاولة استنساخ المشهد المأساوي الذي تعيشه بنغازي حسب نص البيان مشاهدين هذه النشرة متواصلة وفيها بعض الفاصل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنية تحيي في العاصمة رابلس اليوم الوطني للشرطة سليمان زوبي يترأس اجتماع مفوضية المجتمع المدني في مدينة مصراتا اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم من جديد احيت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة رابلس الذكرى الوطنية لعيد الشرطة والتي تصادف الثامن من اكتوبر من كل عام حيث تحتفل الداخلية بمرور 52 عاما على تأسيس اول جهاز امني بالبلاد وكان وزارة الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق من ضمن الحاضرين اضافة الى عدد من السفراء والمنتسبين للاجهزة الامنية المختلفة والضيوف موسيقى طبعا باسمكم اكرر ترحيبي بكل الضيوف وعلى رأسهم السيد وزير المواصلات وساد السفراء ضيوفنا الكرام ضيوف ليبيا الحبيبة اتمنى ان تكون خطواتنا لقد ترحيبا كبيرا وانتمنى ان تترجم في القريب العاجل الى خطط عملية على الارض كما نتمنى لبلادنا العزيزة الوفاق التام مبارك الله فيكم اعتقلت قوة الردع الخاصة في العاصمة ترابلس اثني عشر شخصا خلال مدهمة القرية المعروفة بالفاو المجاورة للقرية السيحية الريغاتا متهمين بتشكيل عصابة للخطف والابتزاز الذي شهدته مناطق حي الاندلس والسيحية وغوط الشعال والسراج المكتب الاعلامي لقوة الردع الخاصة على صفحته بموقع الفيسبوك اوضح ان عملية المدهمة جاءت بعد العديد من الشكاوى من سكان المنطقة ضد هذه المجموعة لما يتعرضون له من مضايقات وتصرفات غير اخلاقية ان التحقيق جار معهم لتورط البعض منهم في عمليات خطف وابتزاز وقضايا السارقة نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفق الوطني في موقعها الالكترونية احصائية الحوادث المرورية خلال ايام عيد الاضحى لعام 2016 الاحصائية اوضحت ان عدد الحوادث خفض بمعدل 27 حادثا بينما انخفض عدد المركبات المتدررة الى 39 مركبة الية متدررة مقارنة بالعام 2015 الا ان القيمة المالية ارتفعت بمعدل 35 الف دينار ليبي وتجدر الاشارة الى ان ليبيا تصدرت قائمة الحوادث المرورية في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2015 استمرارا للزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة التسيرية للشركة العامة للكهرباء للاطلاع على اوضاع محطة الانتاج وتقييم الاحتياجات قام رئيس اللجنة التسيرية للشركة العامة للكهرباء صحبة فريق مختص من الشركة بزيارة ميدانية الى محطة يسرير والزويتين الغازيتين لانتاج الطاقة الكهربائية المزيد في سياق هذا التقرير 咬ت الانتاج وتقييم الاحتياجات الخاص بمحطة يسرير والزويتين الغازيتين لانتاج الطاقة الكهربائية بالاضافة الى الاطلاع على سير العمل والمشاكل الفنية التي تواجه الشركة أثناء تنفيذ مشاريع أبراج نقل الطاقة الكهربائية كانت أبرز أولويات زيارة رئيس اللجنة التسييرية للشركة العامة للكهرباء عبد المجد حمزة صحبة فريق مختص إلى المحطتين عندنا مشاكل طبعا في تزويدات الوقود مشاكل كبيرة في تزويدات الوقود وعندنا كذلك مشاكل في مشكلة الغاز الذي يحتاج إلى عمل بسيط بحيث نشغل المحطة بالغاز استهلت الزيارة بجولة في محطة تسرير الغازية ومن بعدها قام رئيس اللجنة التسييرية ومرافقوه بزيارة مستودعات شركة البريغا لتسويق النفر حيث عقد اجتماعا مع مدير المستودع تفق خلاله على انتظام تزويد هذه المحطة باحتياجاتها من الوقود الخفيف والتي تقدر بخمسة ملايين متر المكاعم كانت زيارة على سيانة التركيب وتوريد محول الوحدة السادسة وكذلك سيانة المدخل الوحدة السادسة المكلفة بها شركة جيسكو لغرض التسريع بالمشروع وحث رئيس اللجنة التسييرية على سرعة الانتهاء من انجاز تركيب محول الوحدة السادسة بأسرع وقت ممكن للدخول بها على الشبكة العامة بقدرة انتاجية تصل إلى 250 ميجاوات للتقليل من عمليات طرح الأحمال تتواصل في مطار تمنهند شمال مدينة سبها لاستعدادات لبدء الرحلات الجوية الدولية من المطار وإليه وبحسب المكتب الأعلمي للمطار فقد تم تخصيص مكتب لإدارة المراسم التابعة لوزارة الخارجية جرى ذلك خلال زيارة مدير مكتب وزارة الخارجية والشؤون القنصلية الخميس لإدارة المطار ما يسمح للوزارة بمزاولة عملها وذلك اتباعا للإجراءات والخطوات اللازمة لبدء الرحلات الدولية من المطار اختتمت بكلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب الخمس ورشة عمل حول التمويل الإسلامي ودوره في التنمية نظم الورشة الجمعية الليبية للمالية الإسلامية وحضر فعلياتها عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الاقتصاد والتجارة الخمس بالإضافة للبحاث والمهتمين بالجانب الاقتصادي كما تناولت الورشة مرحل تطوير التمويل الإسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية هقدت مفوضية المجتمع المدني في مدينة مصر تاجتماعا بمقر فرع وزارة الأوقاف بالمدينة وتناول الاجتماع الذي ترأسه عضو المجلس الأعلى سليمان زوبي دور مؤسسات المجتمع المدني في إعداد نظرة مستقبلية لبناء الدولة الليبية ومن بين المواضيع التي تطرق إليها الاجتماع إخامة دستور للدولة وإشراك المرأة في سوق العمل وتوفير البيئة المناسبة لها وتخفيف نفقات الدولة على المرتبات توجدت طبعا هنا حاليا في مدينة مصراتة بخصوص الاجتماع القائم ويرأس هذا الاجتماع الأستاذ سليمان زوبي وخصوص هذا الاجتماع هو نظرة إلى المستقبل كيف يكون الوضع المستقبلي بالنسبة لدولة ليبيا أو كنشطاء مؤسسات مجتمع المدني كيف يكون لنا الدعم أو الدور في هذه المحنة اللي نحن نتمر بها كليبيا بسفة عامة ناقش وزير المواصلات المفاوض بحكومة الوفاق الوطنية ميلاد محمد معتوق مع لجنة أعمار مدينة كيكلا دور الوزارة والمصالح التابعة لها في تفعيل بعض المشاريع الخاصة بأعمار المدينة وتباحت الاجتماع الذي حضره رئيس مصلحة الطرق بكيكلا تسهيل عودة سكانها النازحين عبر إجراء سيانة سريعة لبعض الطرق أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق أسبوع تمهدي تنشطي قبل الانطلاقة الفعلية للعام الدراسي تحت عنوان تعليمنا عنوانه التسامح مشيرة إلى أنه يهدف لنبد العنف وخطاب الكراهية داخل كافة المؤسسات التعليمية بالدولة وبالتعاون مع مجلس أعيان ليبيا للمصالحة ابتداء من السادس عشر من أكتوبر الحالي ويدكر أن الوزارة أصدرت يوم الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة لأعداد خطة متكاملة لدراسة وتنفيذ مشروع نبد العنف والكراهية وتعزيز ثقافة التسامح داخل المؤسسات التعليمية عقد مسؤول التعليم بمدينة الزوارة الخميس اجتماعا مؤسعا مع مديري المدارس بالبلدية وذلك لمناقشة الاستعدادات لابتداء العام الدراسي الجديد وإعادة نظري في الكوادر العاملة في المدارس واتخاذ كافة الإجراءات بشأن النسبة المتقاعسة عن أداء واجبها ويذكر أن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية زوارة استلمت الأربعاء الدفعة الأولى للكتاب المدرسي التي تشكل 20% فقط من احتياج البلدية قام جهاز الحرس البلدي الخميس بجولة ميدانية شملت عددا من مخابز مدينة الخمس للوقوف على مدى التزام أصحابها بالشروط والقوانين واهتمامهم بالصحة العامة للمواطن والوقوف على أسعار بيع رغيف الخبز بهذه المخابز قد سجل عددا من التجاوزات في وزن رغيف الخبز واختلاف أسعار بيعه من مخبز إلى آخر وتأتي هذه الجولة الميدانية بعد ورد شكاوى من المواطنين حول استمرار ارتفاع أسعار رغيف الخبز بالرغم من الانقفاض الملحوظ في أسعار مادة الدقيق مؤخرا حيث من المتوقع أن يوقد اجتماع خلال الأيام القادمة يضم عميدة بلدية الخمس وجهاز الحرس البلدي وقطاع الاقتصاد بالمدينة وذلك لوضع تسعيرة محدة ومناسبة لرغيف الخبز يرعى فيها أصحاب المخابز والمواطن المفروض يتفعل الحرس البلدي ويلف على جميع المخابز في جميع المناطق والسلعة التموينية توفر الدقيق عن طريق النقابة والتوزيع يتم عن طريق النقابة وبرقابة جيدة وأي كوشة تشتغل هي ليوفرونها الدقيق وبذل الستة بجنية ولا الخمسة بجنية يكون العشرة بجنية لما يكون الدقيق عن طريق السلعة التموينية أما بالطريقة بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لمنظمة ذوي الإعاقب الخمس وبرعاية من المجلس البلدي الخمس استضاف مستشفى الخمس التعليمي خلال الفترة من الرابع إلى سادس من أكتوبر طاقما طبيا من منظمة أطباء الوطن ويضم هذا الطاقم العديد من الأطباء الأخصائيين في الباطنة وجراحة الأعصاب وطب الأسنان وطب الأطفال والأنف والأذن وطب العيون وبعض التخصصات الطبية الأخرى وتأتي هذه الاستضافة من أجل إجراء الكشفات للعديد من الحالات المرضية خاصة المزمنة ورجع جزء من المعاناة المواطنين المرضى بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للحالات المرضية ذات الشلل النصفي والرباعي الكشف عليها وتبني علاجها من قبل منظمة أطباء الوطن احتفل أهالي مدينة غاد بافتتاح روضة أمل المستقبل التي يحرص المشرفون عليها على أن يتم تجهيزها على نحو يسهم في إكمال العملية التعليمية التربوية للأطفال وتضمين المنهج التعليمي رحلات وزيارات للمقاري والمؤسسات العامة إضافة إلى البامج الرياضية والترفيهية وتزمن هذا الاحتفال مع اقتراب بداية العام الدراسي 2016-2017 روضة أمل غد المستقبل تكون من خمس فصول كل فصل فيه عشرين طفل ومن ست مدرسات وعندنا حضانة ومدرسة متاع الرياضة وفيه زوز رحلات في السنة وعندنا عيد الأم والطفل والرحلة النهائية وزيارات لمدينة غاد القديمة وزيارة المستشفى وزيارة المطار إن شاء الله تثامنا مع اليوم العالمي للعمارة تحيي الهيئة الليبية للعمارة هذه المناسبة وسط حضور العديد من الجهات المعنية وطلبة قسم العمارة بالجامعة تناولت من خلال هذا المحفل مجموعة من المشاكل التي تعيق سير هذا المجال وتحول دون تقدمه والنهوض به تفاصيل أحياء اليوم العالمي للعمارة في سياق هذا التقرير وسط حضور استهدف جميع الأطراف التي تهتم بالشأن العمراني الهيئة الليبية للعمارة تحيي اليوم العالمي لها بحضور الطلبة المعنيين بالأقسام ومجموعة من موتلي المجالس البلدية والمؤسسات المدنية للتشاور والحوار البناء لجعل المستقبل القادم في هذا المجال يواكب الحداثة والهندسة العصرية عدم وجود ضوابط وقوانين أولى لأواحة أسية التي توجه المعماري خاصة الطالب بعد تخرج يحداش إلى برامج ساعدة وتدعمها في هذا المجال مثلا على خلافة المجتمعات الخارجية البرى البلاد يعني تهتم بالطالب العمارة التي تسعى أن تقوي مقدراته وتفتح لمجالات عديدة البناء العشوائي واستغلال الفرص الإنشائية دون ترخيص من الجهات المعنية استقلالية المهام المعمارية وتشكيل جسم مختص في هذا المجال وعدم تشكيل هيئات ورقبات مستقلة بذاتها هي المحاور الأولية التي تم نقاشها من قبل دو الإختصاص والتخطيط العمراني المعماريين الليبيين قرروا أن يحتفلوا بهذا اليوم ويستغلوا فرصة الاحتفاليةها بأن يلتقوا ويناقشوا القضايا والمهام التي تواجهها المشكلة هذه والمهنة المعمارية فكان ضمن الاحتفالية متاع اليوم صالون ثقافي وحلقات نقاش ما بين مجموعة المعماريين المزاولين للمهنة والمعماريين المسؤولين على الترخيص وإجراءات مزاولة المهنة في نقابة المهنة الهندسية ومجموع المعماريين الفلاهية الليبية للعمارة بحيث أنهم يناقشوا المشاكل والعيوب والمصاعب لتواجه المهندس المعماري في مهنته دخل ليبليه عدم وجود ضوابط وقوانين للعمارة وانعدام تشكيل الرقابات التابعة له هو خلاصة ما توصل إليه الدارسون في هذا المجال والذي من شأنه خلق أساسات نموديجية ترتقي بهذا المجال في الفترة القريبة القادمة بحضور مجموعة من أعضاء المجالس البلدية على مستوى ترابلس ناقشت الهيئة الليبية للعمارة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها بل وأوضحت التحديات بالنسبة للطالب وصام الزواغي لقناة ليبيا بنورام ترابلس قام مجموعة من البحث والشباب المتطوعين في ترابلس بعمليات ترميم مسجد السراي الحمراء بعد تقديم مقترح لمراقبة أثار ترابلس وطلب الموافقة منها لما يحمله المسجد من صفات تاريخية ومورث تقافي مهمة وذلك بعد تعرضه للإهمال وتوقف عمليات الصيانة فيه لفترات طويلة مزيد من التفاصيل في التقرير التالي سراي الحمراء أعتقوا مساجد المدينة القديمة بطرابلس وأحد أقدم الجوامع في شمال إفريقيا أضحى يندثر تدريجياً بفعل العوامل الطبيعية ويشكو الإهمال وغياب الصيانة هذا الفريق من الشباب وهب نفسه لترميم جنابات هذا المسجد لما له من مكانة دينية وتاريخية في قلوب كل من عاشقوه مجموعة من مراقبة آثار طرابل الشباب وبدأنا في الترميم هو عمل تطوعي داتياً بدون أي مقابل وإن شاء الله نكون عند حسدان ونقوم بترميمها وإبراز المعالم التاريخية ومعالماتارية داخل الجامعة ترميم المسجد يحتاج إلى اهتمام مستعجل لهيكله الداخلي والخارجي على صعيد واحد لأن ترميم الآثار والتراث أشبه ما يكون بعملية جراحية يتحرى فيها المرممون الحرص والدقة لكي لا تطمس الآثار التاريخية والمعالم التراثية فيه يذكر أن المسجد كان عبارة عن كنيسة في العهد الروماني وإبان دخول الإسلام إلى طرابلس كانت الكنيسة هي أول مكان دخل إليه الجنود المسلمون وكبروا فيه إلى أن وصل صوت التكبير إلى الجيش الإسلامي على السواحل الليبية فقاموا بالدهول إلى السراي الحمراء بدون معركة إلى العنوي شهدان وثلاثة جرحة لقوات البنيان في السرط وتحرير امرأتين وخمسة أطفال في الحي رقم ثلاثة المجلس الراسي كلف عضوين من أعضائه بدراسة مقترحات مكان الاجتماع القادم في ليبيا مجلس الأمن يوافق على تمديد عملية الصوفيا البحرية سنة إضافية بناء على طلب بريطاني أشكركم على طيب المتابعة ودمتم في أمن الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة